المحارب الأزيتك المكسيك منتخب يقدم كرة جميلة جدا وفي المنديال روسيا سيكون في مجموعة متوازنة أعتقد أنه أحد المرشحين للمرور للدور الثاني كخطوة أولى رفقة حامل اللقب المنتخب الألماني لا يمكن عد نجوم المكسيك بداية من حراسة المرمى بوجود جيرمو أوتشوا إلى الدفاع إلى لاعب خط الوسط بقيادة المخضرم غوردادو فيما يبرز أخطر الأسلحة في واحد من أفضل مهاجم الكرة العالمية تيتاريتو من مهاراته في الكرة القدم توجه عن كل الناس الآخرين فدخل منشستر يونايتد وتفوق فيها وكان من أحسن لعبه في العالم غوردادو هو من أفضل لعب من المنتخب المكسيكي هلا يعني صار كبير بالعمر بس لما كان صغير كان يلعب مع نادي فالنسيا إسا أعتقد صار يلعب في نادي ريال بتيس بس لما كان في نادي فالنسيا هو يعني كان اللي دائما يوزع الكور عن نادي فالنسيا كان يراوغ بشكل جيد تبدو المكسيك مرشحا مثاليا لعبور مجموعتها خصوصا بعد الوجه الرائع الذي قدمته في كأس القارات العام الماضي في روسيا حيث بلغت مربعها الذهبي امتلاك المكسيك لشتشاريتو ودوس سانتوس والبقية وباقترابه من الاعتزال وترك الملاعب أعتقد سيكون ذلك دافعا لهم للتألق والذهاب بعيدا في مونديال روسيا ما يمنح المكسيكا الأفضلية في المونديال الروسي إضافة إلى لعبيها وطريقة لعبها الجميلة جحافل المشجعين الذين أثبتوا في كل مرة وقوفهم خلف منتخبهم ويبقى على شتشاريتو والبقية مكافأة جماهيرهم بمونديال تاريخي لبرنامج اليوم على الحرة محمود علاق دبي محمود علاق دبي محمود علاق دبي محمود علاق دبي